بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 23 لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم الموافق السادس من حزيران عام 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء انصافا لحقوق المكونات والأطياف المختلفة وجه رئيس مجلس الوزراء مجلس الخدمة الاتحادي نحو تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار سابق للمجلس ألزم فيه الوزارات كافة وجهات غير المرتبطة بوزارة تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من المكون المسيحي من أبناء المكون نفسه وكذلك الأمر مع باقي الأقليات من الأيزديين والصابئة وغيرهما توجيه وبهدف تنفيذ قرار رقم 215 لسنة 2009 الذي يتعلق بضوابط استيراد المركبات وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من دائرة المرور العامة والقمارك ونظيريهما في إقليم كردستان العراق لغرض إعداد مشروع قرار متفق على ضوابطه وتعليماته في المركز والإقليم لضمان التنفيذ توجيه ودعماً من السيد رئيس مجلس الوزراء للجماهير الرياضية العراقية وللبطولات الكروية التي تحظى باهتمام خاص عند الجمهور فقد وجه سيادته بالبث المجاني لجميع مباريات بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً التي يستضيفها العراق خلال شهر حزيران الجاري توجيه وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة وتأكيداً لنهج الحكومة في زيادة زخم العمل البيئي والمناخي بوصفه أولوية مهمة في برنامجها الحكومي وبدعم وتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء أطلقت وزارة البيئة استراتيجية الحد من التلوث البيئي التي تضمنت إجراءات ومشاريع آنية ومستقبلية قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحماية البيئة والسيطرة على التلوث والتوجه نحو الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والرقابي وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التنفيذ وجميع الجهود الرامية للحد من التلوث البيئي قرارات مجلس الوزراء قرار بهدف الإسراع في تأهيل طريق بغداد كربلاء الطريق البديل قبل زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أقر مجلس الوزراء ما يأتي واحد قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع تأهيل الجزء الأول مقطع الطريق داخل حدود محافظة كربلاء بطول 13.5 كيلومتر وإنشاء جسر حديدي بدلا من جسر الفاضلية المدمر ضمن خطة دائرة الطرق والجسور ضمن باب صيانة الطرق والجسور 2. قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع إنشاء الجزء الثاني من مقطع الطريق داخل حدود محافظة كربلاء بطول 9 كيلومتر ضمن خطة محافظة كربلاء 3. الموافقة على تخويل وزارة الإسكان والإعمار 4. والبلديات والأشغال العامة 5. صلاحية تكليف إحدى شركات الوزارة لتنفيذ المشروع 6. استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية قرار أقر مجلس الوزراء توصيتي وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية باكستان الإسلامية في محافظة النجف الأشرف وإعادة فتح قنصلية عامة لجمهورية العراق في مدينة كاراتشي الباكستانية استنادا إلى أحكام المادتين 25 و 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963 قرار اقرار توصيات اللجنة الوطنية العليا لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية في وزارة الصحة على مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم 11 لسنة 2016 وإرسالها إلى مجلس النواب مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً الموافقة على ما يأتي واحد إلغاء الفقرة اثنياً من قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2021 بشأن تفاوض وزارة الزراعة وسلطة الطيران المدني مع شركة إيرباس من أجل صيانة المحركات التوربينية للطائرات عند ثبوت عدم صلاحيتها للعمل اثنياً إعلان مناقصة على مرحلتين لتحديد الأعطال الفنية والكلف التخمينية ومن ثم التعاقد لإجراء الصيانة مع أنسب العروض استناداً إلى أحكام المادة الثلاثة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 ثلاثة استمرار السير بإجراءات الدعوة المقامة من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية على شركة أورو كوبتر ومتابعتها لآخر مرحلة من مراحلها قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 23 ألف وخمسة وثلاثين لسنة 2023 بشأن استعمال الغاز وقوداً لمركبات النقل التي تنص على تقديم وزارة المالية الدعم المالي من خلال صرف مبالغ الدعم السنوي المقدمة من الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز وفقاً لسقف الإنتاج المقدر بمبلغ خمس مليارات ومئتين وخمسين مليون دينار سنوياً عن فارق سعر الشراء عن سعر بيع المنظومة فقط لضمان استمرار عمل الشركة المذكورة آنفاً وعدم التأثير على نشاطاتها الأخرى وذلك بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية قرار الموافقة على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد حول تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 427 لسنة 2012 بشأن تأمين المبالغ اللازمة وتحويل بدلات الإيجار للمدارس العراقية في موسكو و بوخارست و صافيا و نيودلحي شكراً